الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شهور أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فهي فرقة طيبة أن نلتقي بإخوانهم والشباب هذا اللقاء المبارك في هذه البلدة التي تشرفنا بزيارتها فنشعر الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياهم من المتحبين بجلاله وأن يضلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله معشر الشباب عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم ماذا بعد الهداية ظاهرة نشهدها كثيرة ونراها وربما نكون نحن أيضا من نتاج هذه الظاهرة ترى صورة ذاك الشاب الذي عاش فترة من الغفلة والإعراض والجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى وعاش مرحلة من التيه والضياء ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فهداه الله عز وجل وسلك طريق الخير والاستقامة أو ذاك الشاب الذي قد لا يكون كصاحبنا قد لا تكون له تجربة في فساد والإغراق فيه وينشراف لكنه هو الآخر له تجربة قريبة من هذه التجربة قد يكون عاش شخصا عادية شخصا لا اهتمام له وغاية ما يشكل عندها أهمية فول بطريق رياضي أو تقدمه أو قضية صغيرة أو كبيرة أما قضية الاستقامة وقضية الدين فلا تقدم عنده ولا تؤثر كثيرا ثم من الله سبحانه وتعالى عليه هو الآخر في الهداية ونعتبرها في الواقع هداية ونقلة مهمة فسلك مع الشباب الأخيار طريق الخير والاستقامة فسار مع هذا الرجل ومن ثم كان لابد لهؤلاء وأولئك لجميع الذين سبكوا هذا الطريق من حديث خاص حول هذه المرحلة التي انتقلوا إليها والتي سبكوها ولئن كان الحديث فيما قد يبدو لنا خاصة بأولئك الذين هم حدثاء عهد في هذه المرحلة إلا أن يتصور أنه قد يعنينا جميعا وسنجد جوانب من هذا الحديث تعنينا ونشترك فيها جميعا الجانب الأول هذه الهداية إنما هي عودة عودة ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واستقوه وأقيموا الصلاة أي أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس منيبين إليه ومسلمين له ومتوجهين له فالبعض قد يتصور أنه ما دام هو قد تحول إلى هذا الطريق أو ما دام فلان من الناس أي أن كان هذا الشخص قد تحول إلى هذا الطريق فإن هذا يعني أنه قد سلك طريقا آخر ومسلكا آخر ودربا آخر ولكن نحن نقول إن هذا الشخص إنما عاد إلى الأصل وعاد إلى المسار الطبيعي الذي كان ينبغي أن يسير فيه الذي كان هو عليه أصلا فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه فطر الناس منيبين إليه ومتوجهين له ومسلمين له ونلمس هذا المعنى أيضا واضحا بل قد يكون بصورة أدل وأقوى في الدلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يوهن عن ربه يقول خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله عز وجل فحرمت عليهم ما أشغلت الله إذن الجميع خلق أصلا على هذا الطريق وخلق يسكي هذا المسار ثم جاءته الشياطين فاجتالت فأخذ المسار الآخر فعندما يهتدي الذي يحصل فاختصار أنه عاد إلى الأصد ولم يسلك طريقا آخر عاد إلى الأصد الذي كان المفترض أن يسلكه الذي كان هو عليه وخلق عليه وكما قال الله سلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يعجم عنه لسانه فأبواه يهوذانه أو ينصرانه أو يموجزانه أحد جانب من الجوانب التي تعطينا دلالة على أن هذا الشاب الذي سلك هذا الطريق لم يسلك طريقا جديدا أصلا ولم يسلك مسارا مبتدعا إنما عاد إلى الأصد وإلى الوضع الطبيعي والمسار الذي كان عليه جانب آخر أيضا أخرج خارج النبينا وتأمل فيما أمامك تجد الجبال والأشجار ومظاهر هذا الكون وارفع نظرك إلى السماء سترى السماء وترى النجوم وترى ما فيها وحينئذ سيبدو لذهنك مباشرة تذكر قول الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب إذن فترى هذا الكون أمامك بكل ما فيه تراه يسجد لله سبحانه وتعالى يسجد له عز وجل من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوار وكثير من الناس وكثير حق عليه العداد حتى كثير من من حق عليه العداد هو في حقيقة في أمره في بعض جوانب حياته يخضع ويسجد ويسلم للناس سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم في ردو والأرصال لعلك تبحث عن الظل تجلس تحته أو لتوقف سيارتك في مكان تستضل به ثم تتذكر فعلا هذا الظل الذي يمتد ويعود مرة أخرى ويرجع فتراه في الصباح يبدأ ينقص يتناقص ثم في المساء يبدأ يزيد ألم ترى إلى ربك كيف مدد الظل ولو شاء لجعله سافر ثم دعنا الشمس عليه دليل هذا الظل يسجد لله سبحانه وتعالى وإن الله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وترى وظلالهم بالغدو والأرصال وجانب آخر التسبيح لم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض ويسبح له من في السماوات ومن في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما رفورا فكل شيء في هذا الكون يسبح لله سبحانه وتعالى ويخضع له ويعلن بالفضوح له إذن فهذا الإنسان الذي يسلق طريق الهداية يسير في اتجاه متوازن مع الجميع مع الكون هذا بكل ما فيه فالجميع كل خاضع لله سبحانه وتعالى أما الشخص الآخر الذي يسلق طريق الغوايات والمعصية فإنه يسير في طريق معاكس للجميع وإن كان يتخيل له هو أنه باعتبار أن الغالب الناس الضلال والإعراب وإن تطع أكثر من ذلك يتصور هو أنه يسير مع الفيار الواقع أنه هو المعاكس للفيار فهو بدءا بعباد الله المعاكس بالطريق الذي هم عليه وبعد ذلك انتهاءا بكل هذا الكون العريض حتى مثلا ذاك الظلم الذي هو يستضر تحته لأجل المعصية أو المكان الذي يختبع فيه ليعطي الله سبحانه وتعالى هذا المكان يسبح لله هذا المكان يسبب لله سبحانه وتعالى هذا يخضع لله حينئذ عندما تدرك هذه المعاني تشعر أنك أنت أنت لتصل على الجارة ولو كنت وحدك افترض أنك وجدت في مجتمع وفي مكان أصبحت أنت الوحيد أنت الغريب فلس الغريب الحقيقة إنما الغريب هو ذاك الذي يعطى الله سبحانه وتعالى لك أيضا مع هذا انتداد تاريخي ليس لغير لك انتداد تاريخي عريض بآدم ونوح وتلك القرون التي كانت بين آدم ونوح عشر قرون كانت على الإسلام وأنبياء الله سبحانه وتعالى وكل من أسلم لأنبياء الله وتابعه وصار وراءه كل هؤلاء يعتبرون انفداد تاريخي لك أنت فأنت من خلال الواقع الذي تعيشه من خلال الفطرة التي فطر الله الناس عليها من خلال هذا الكون الفسيشي أمامك من خلال هذا الانفداد التاريخي الذي ليس لأحد إلا لك أنت أنت وحدك الذي تفير على الجادة لسه أنت وحدك بشخصك إنما بمنهجك فالآن عندما عدت إلى الهداية لم تشفق طريقا آخر إنما عدت كنت أنت قد انحرفت بك الجادة والمسار فعدت إلى الطريق الصحي وهي قضية قد تبدول في أول واحد لأنها يعني في قضية جدلية فلسفية بحثة لا برق بين إنسان يشعر أنه سلك طريق آخر وبين إنسان لا يشعر أنه عاد إلى ما كان ينبغي أن يفير عليه أصل عاد ليعيشه في ثواؤم مع هذا الكون كله إذن فأنت عندما اتخذت هذا القرار صرت وفق المسار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لك الذي وجدت أصلا لأجل أن تفير على هذا الطريق وجدت لعبادة الله سبحانه وتعالى للخضوع له والتسليم له ثانيا الفضل لله وحده قد تتساءل بعد فترة تقول وفقت سلوك هذا الطريق نتيجة قدراتك العقلية إن إنسان عاقل أنا متزن ونسأل أنك قدره للتفكير أو فلان أو غير ذلك فتبدأ تحلل بعض الأسباب التي أدت بك إلى العودة إلى الطريق الرحيح وتنشأ السبب الأساس والأهم هو فضل الله سبحانه وتعالى وحده وهي قضية يجب أن تتصورها وأن لا تغيب عن بابك فهي من باب الاعتراف بالفضل لأهله فالله سبحانه وتعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يبلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون كمي شيء وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستاجا إلى فضل الله وإلى رحمة الله وإلى توفيق الله ليصرف الله سبحانه وتعالى عنه كيد أولئك الذين هموا أن يضلون وأبونا إبراهيم الذي سمان المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول وهو يدعو ربه قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أثل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فإبراهيم غير مستغن عن هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي كلكم كلكم ظال إلا من هديك فاستهدون أهلكم إن فأنت ما لم تستمد الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى فأنت في ظلال وفي خسرات والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصور لنا حقيقة هذا الإنسان ومدى قدرته على استحكم في نفسه أو مدى قدرته على استغناء عن مولاه سبحانه وتعالى فيقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في حتى شاء ومفهوم تقليبها هذا من مفهومات ومفهوم ضيق فنحن نفهم مثلا هذا الحديث أن أن هذا الحديث خطاب لمن كان مستقيما على الخير والطاعة أنه ممكن ينحل هذا كلام صحيح ومدلوصه لكن عكس أيضا حتى الإنسان الفاجر العاصي يمكن أن يقلب الله سبحانه وتعالى قلبه فيه يتحول إلى خير رجالات هذا الدين بعد أن كان من أسفق الناس يواجه واجه و يقول أصراء السلام في الحديث الآخر لقلب ابن عادم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليات أفتح القدر بعدما يغلي تشوف كيف يغلي قلب ابن عادم أشد تقلب إذن من الذي يقلب هو الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فالشاهد إذن أننا يجب أن ننسب الفضل لأهل وأن نعرف أن المتفضل الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى بدءا بالهداية الأولى أن بيّننا هذا الحق فإن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل للناس الرسل وأنزل لهم الكتب هذه هداية فقد قال سبحانه وتعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ومع أن ثمود لم يسلموا كما تعلم إنما هذه الهداية التي هدى الله بها ثمود هي أن أرسل ليه هذا الرسل فنحن ممتنون يجب أن نمتن ونعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل أولا أن أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وأبلغنا هذا الدين وهذه الجعوة لقد كان يمكن أن تكون عند يهودية أو تكون نفرانية أو تكون وثنية تعشف على وسن أو تكون من أصحاب من الطوائف الضالة البعيدة عن الإسلام فتكون رافضية فتعبد إلى الله عز وجل بالخرافات والفجعبلات أو تكون قابيانيا تبين بن نبوة هذا الطوائف أو صاحب نحلة الأية إن شاء الله فأنمن الله عليك أصلا بأن تضح لك الطريق هداية الدلالة والبيان والإرشاد فكم الإنسان يلتبس عليه الحق بالباق هذا منه فضل ثم الفضل الآخر أن وفقك الله لسلوك هذا الطريق ولو شاء الله عز وجل لكنت أنت ممن قال ولقد علمت بأن دينة محمد من خير أبيان البرية دينة لو لا الملامة أو حذار مسبك لو وجبتني سنف بداحة مبينا عندما قال هذه الأبيات ومات وهو يردد هذه الأبيات فمات على من التي عبد المرتد من هو القائد من هو القائد الأبيات السابقة أبو طالب تعرفون أنتم أبو طالب عبد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند قناعة ثامه ولقد علمت بأن دينة محمد من خير أبيان البرية دينة وأيقن بهذا الحق لكنه لم يسرك هذا الحق ومع ذلك كل ما بذل من جهد في حماية النبي صلى الله عليه وسلم والدبعن صحيح أنه خفف عنه عذاب الله عزيزي لكنه بقي في النار خالده ولا يمكن أن أمثال هؤلاء أن يدفر الجنة حتى يسلم لله سبحانه وتعالى أقول حتى مع ولوح الحق يبقى التوفيق لسلوك الحق أيضا هي منة أخرى الله سبحانه وتعالى فيجب أيها الأخوة أن نستحذر هذه القضية دائمة وتستحذر أنك إذا وصقت لأداء عبادة من العبادات أو وصقت لتوبة صالحة أو وصقت لعمل صالح أن تعرف أن صاحب الفضل أولا وأخيرا هو الله سبحانه وتعالى ولا أحد حب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى كما قالنا صلى الله عليه وسلم ولا أحد أغير من الله عز وجل قد يكون فلان من الناس كان له فضل بأن دعاك أو نفحك أو أيا كان جانب من جوانب أشفر عليك نعم ويجب أيضا أن تعرف للناس حقهم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله لكن يبقى أن أثني عليه وهدان الله على يده وأدعو له وأذكره بكل مكان لكن لا ينسيني أيضا هذا المتفضل الأول لهداه أصلا هو ابتداعا ثم وافتقني أنا أيضا بقبول ما يقول فقد يدعوني فلان ويقول ويبدأ ويعيد لكنه لا يعيد إذا لم يفتقن الله عز وجل فلا يمكن أن أستجيب أرأيت أبا طالب كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه ما فعل ومع ذلك لم يوفق لسلوك هذا الطريق إذن أقول باختصار أننا يجب أن لا نحدث أنفسنا يوم من الأيام أننا أصحاب فضل وعلو على الناس وأننا حصلنا هذه هداية التي ظل عنها الناس أن لا نزهو بهذا الأمر وننسى أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى وأن الذي أعطانا هذه النعمة قادر أن يسلبها الجانب الثالث هذه المرحلة بداية حياة جديدة صحيح أنك عثت إلى الطريق لكنك عثت بعد أن تشعبت بك الصرق ومن ثم ستبدأ حياة جديدة في كل ما تعنيها بديها فتجد الشاب تغير عندما هداه الله سبحانه وتعالى وأول ما تبدو مظاهر التغير في مظهر فأزال المخالفات التي كانت وجودة عليه في المظهر ولهذا لما ترى مظهر الإنسان تأخذ انطباع معين عن هذا الشعر ثم في الأمور العامة في عبادة فيما ظاهر عامناه قضى يأصبح القريب والبعيد من حوله يعرف أن فلان هداه الله سبحانه فعل فلان تغير صحيح لكن يجب أن لا نقض عندها هذا الحل وأنا تفور أنها نقلة بعيدة وإذا حسيت أنك هذه قضية واضحة والدليل على هذا أنك مجرد مستر الإنساني يمكن أن تأخذ تصور عنه تقول هذا فلان مستقيم أو هذا فلان ما أرسل من خلال المظهر صحيح أن المظهر ليس كل شيء لكن أيضا نعطي جلاله جلاله واضحة نلمسها جميعا نحن وضرورة نجيسها في أنفسنا لكن أيضا مع ذلك هناك تغيرات يجب أن تحقق لديك وإذا ما حصلت بابد أن تعيد المظر فيها فأولا يجب أن تتغير تناماتك أنت في السابق مثلا كنت إنسان سادج إنسان مع الاعتذار له الكلمة سادج تعيش تنامات سادج يعني أهم قضية عندك قضية في الكراه والرياضة قضايا تافية إذا تطور بك الأمر يعني صارت قضية قضية دنيوية بحدة يعني إذا صرت تجاد في آخر حد أنا أهم شيء عليك دراستك تنجح تتفوق تتخرج هذه هي قضية القضايا عندك وهي كل شيء وهي اللي تتبر على تبكير وقد تكون لإهتمامات أيضا صورة أخرى قد تكون تهتم بجوانب هي مخالفة لأمج الله سبحانه وتعالى فقد تكون سيطرة عليك الشهر قد يكون سيطرة عليك أمر محرم فصار هو بؤرة اهتماماتك المهم أي أن كانت اهتماماتك ستبقى في محيط تات أما الآن لا عندنا هذا كالله يجب أن تتغير أهتماماتك تبكيرك وخواطر كل هذه الأمور يجب أن تتغير فما صار يريط لك الآن أنك أصبحت تهتم بالرياضة واللهب واللعب صحيح أنك ستستمر تمارس هذه الأمور باعتبار أنها قضايا ليس فيها محذور شرعي وقضايا لا يستغنع يعني لا يستغنع عنها الشرع أنه يكون عنده مجال للترويش لكن فرق بين من يمارس وبين من تعيش هذه القضية عندك في ذهنها قضية أساسية فيمكن تتجد مثلا هذا الأثنين من الشباب هذا الشاب رقم ألف يعني يمارس الرياضة مثلا بنسبة كبيرة والآخر يمارسها بنسبة أقل لكن تجد الشخص الآخر لا قد استولت عليه وصارت هي تستيره كما يقال من كانت الدنيا في قلبه من كانت الدنيا في يده فقد تجد إنسان في ألوك ومع ذلك الدنيا هي عنده كل شيء وهي الحساباتك وقد تجد إنسان قد وسع الله عليك ومع ذلك الدنيا لا تساوي عنده شيء إذن فيجب أن تتغير مهتماماتك وأيضا تصوراتك تصوراتك للحياة تصوراتك للناس مقاييسك للناس أنت كنت تستابق تقيت الناس بمقاييس معينة موازن معينة يجب أن تكون الصورة تختف أنت تستابق مثلا كنت ترى شاب يمر عليك أنت واقف عند البيت مر عليك شاب خط نظرة معينة وصورة معينة تنظر إليها من خلالها إلى هذا الشاب أو تراح في الفصل عنده أو في المدو وقد تكون أحيانا نظرة هذه سيئة ونظرة مربوطة في الخطيئة وستتحكم أحيانا القضية هذه بنظراتك للناس وقياسك لهم لكنك الآن لا أصبحت لك نظرة أخرى وقياس آخر لهذا الإنسان فالسابق أيضا تكون ترتاح أكد فلان من الناس لأنه إنسان طريق وإنسان يعني كما يقول عامة بينقص الوسع الصدر إنسان عندها قرافة وعندها وتجد عنده متعة الحديث أما الآن لا فأصبحت تحبث له وتبغض في الله أصبح المعيار ليجعلك أنك تختار فلان تجلس معه وتختاره خلا لك وصديقا مصافيا هو طاعته لله سبحانه وتعالى وعبادة لله عز وجل وتقواه لله سبحانه وتعالى والمعيار ليجعلك سبع على فلان علامة تسهام هو كون فلان عاطل لله سبحانه وتعالى إذن تغيرت أنت مقاييسك للناس اللي من خلالها تحكم على الناس وتتعامل معهم على أساته أيضا من التغيرات تغير النظرة إلى وقتك فأنت مثلا في السابق كنت تعتبر من هذا وقت فراغ كنت تعتبر من هذا وقت فراغ تريد تتخلص منه في أي صورة يعني عطل وقت الفراغ اللي عندك في أي ميام أمش محاضرة واحد من الشباب يعني أبسل لي السؤال كانت محاضرة عن الهتمامات فيقول لي كيف تطالب منه تطلبنا بهذا الأمر ونحن الآن نعيش في عفلة فراغ في فراغ ونعاني من الفراغ فلابد لنا من إننا شغال بالرياضة وإننا شغال بمثل هذه القضايا اللي أنت ترى النهتمامات غير لائقة أنا أقول أنك يجب أن تصبح لك نظرة أخرى الوقت تغفل الرجل الجاد يبعث عن فراغ ما يشتك من الفراغ فستابق أن تكون فعلا تقول هذه اللغة اللي يقولها كيف تطالبني أني أنا أني ما أتابع الرياضة أو أني ما أتابع القضايا اللي أنت تسميها قضايا تها فيها أي إن كانت القضايا وأنا أشتك من الفراغ وعاني من الفراغ كله قصة في هذه الإجازة فلابد لي من مثل هذه الأساليب بينما الآن لا أصبحت تفكر تفكير آخر تقول أنا أبحث عن فراغ لماذا؟ ليحفظ كلام الله عز وجل أبحث عن فراغ ليعبد الله سبحانه أبحث عن فراغ لأستغل وقتي في بناء نفسي علمي بناء نفسي ثربوية المهم أن هذا الفراغ أستغله في طاعة الله عز وجل وأعتبر أن أثمن ما أملكي خيادي الحياة هو هذا الوقت وهذا العمر فكيف أشتك منها المشكلة؟ هذا شيء عزيز هل رأيس يوم من الأيام إنسان يشتك من كثرة المال عنده؟ أبن ما يمكن يرضى لا يرضى إنسان حتى الإنسان اللي تأتيه البنية بحذافيرها ترى يطر لو كان ابن آدم وادن اندهب لا 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 لأتمنى أن يكون له وادن ما رأينا يوم من الأيام إنسان يقول أنا والله أشتكي من كثرة المال عنده وعندي مال ما ديش ما ديش طيب الآن لو أسرك سؤال آخر بديش أي ما أتمن وقتك أو المال لا شك أن جميع سيجيب الوقت أتمن الوقت هو عمرك يعني هو حياتك هو أنت أصل أنت لست إلا هذا الوقت لأنك أنت ذكى عمر محذب إلا أنت وقتك انتهي طيب كيف تشتكي أنت الآن من الفراح ومن تواصل هذه الفرصة هاتنانينة لك في مقابل أنك لا يمكن أن تشتكي يوم الأيام من المال أو من غيره من الإنكان وأنت لما نفأل في أي ما أتمن لديك الوقت على المال قلت لي لا بل ترى الناس يبني من مال حتى يحفظ على وقته يبني من مال حتى يحفظ على وقته مثلاً يختار وسيلها من مسائل السفر أحياناً يجب أن يسافر في الطائرة لماذا أتمنى أن يحفظ على وقته يدفع مال لأمر معي أن يحفظ على أن يحفظ على وقته فقط لا أقل ولا أكس وهذا لا شك أنه تصور صحيح وسليم ويجب أن يكون عندنا هذا الشعور أن نعتني بعطائنا الآن أنت عندما دخلت عدت إلى المسار الصحيح فصارت لك نظرة أخرى الوقت تختلف عن نظرة الآخرين ونظرة الاستغلال الوقت تختلف عن نظرات الآخرين المهم أنه باختصار عندما عدت إلى هذا الطريق فإنك بدأت مرحلة جديدة صحيح لا لم تستك طريق جديد لكن مرحلة جديدة بعد تلك المرحلة فيقبتها فيجب أن تتغير ثوراتك ومفاهيمك وأفكارك ووقتك وسلوكك ونظرتك للناس كل هذه الأمور يجب أن تعيد فيها النظر من جديد على ضوء هذه الخطوة الجديدة التي تركتها وقد تقول لي أني قطعتنا مرحلة ليس سنوات في هذه المرحلة ومعش أربح القضية هذه ممكن عندك خلب صح الخلب ولهذا قلت أن هذا الموضوع قد يعنينا جميعاً ولو كنا لسنا في بداية الطريقة لا يعني إلا أنه كان في بداية الطريقة النقطة الرابعة تعتقد من التربيع فليست القضية الآن قرار تختهن في هيك الآن هي بداية لمراحل أخرى فالبعض يتصور أنه ألقى العفل الآن بعد متاب وأقبل على الله عز وجل وترك الماضي أنه انفح صحيح أنه خطى الخطوة التي تسهل عليهم بعدها لكن أيضاً سيبقى يحتاج إلى التربيع يحتاج إلى التربيع ليزيل عنه رواسب الماضي بس تبقى رواسب عالقة في الماضي ما هو صحيح أنك الآن كنت على الخط هذا ومباشرة قفلت إلى الخط الثاني وانتهيت انتقلت نقلها هائلة وكل ما فيها لا سيبقى عندك رواسب مثلاً أضرب لكم مثال المثال البسيط هو أن الرواسب أبعد من هذا المثال تجد الشاب مثلاً في الشارع الشاب اللي في الشارع طبيعي كلام البديء عنده على الأقل كلام استاقطة غير نائط وبعدين هداها الله وصار مع الناس الطيبين فهو متعود يلعب الكرة في الشارع جاء مع الناس الطيبين ميدان الكرة ميدان للأسف يبعث على الحماس يعني يستنفر منه حماس أكثر من الله فمع الحماس يتفاعل الإنسان ما يمس تجده تبدو منها حياناً بعض العبارات يزل فيها ولا زال حديث عهد وهذا وضع طبيعي أصحابنا نصر أكلم لما يقول أبو وقد الليتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو فاجعنا السلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر يعني هم مسلمين الآن لكنهم جديدين على الإسلام وبناء وبناء عليه بقيت عندهم رواسط قال فا والمشيكين شجرة ينطون بها أسلحة ويعلقونها عليها فتناغينا من جنبات الواجن فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات الأنواب لا يزال عندهم هذا الرواسط يأتي مثل الشاب هذا لهو حديث عهد الآن أحياناً تبدو منه ثلاثات في اللسان يغضب يبدو منهم ليش؟ لا تزال عنده بعض الرواسط حتى يتخلص قد يكون هذه القضايا تخلص منها سريعاً لكن تبقى قضايا في الداخل يحتاج إلى مرحلة يعني مثلاً في السابق قد يكون مثلاً يتابع أثلان سجين أو يتابع براند السجن أو صور مجلات المهم أنه يعني يتابع هذه القضايا اللي تشعل عنده تؤجز عنده نار الشهوة في قلب فبقيتها القضية هذه عنده عندما تاب وأقضع الله عز وجل وتابع هذا الطريق ستبقى بعد رواسط الماء وصور الماء ستتحرق ومن ثم يحتاج إلى التربية ليزيل كل هذه الرواسط التي جاء بها من خلال الطريق السابق أو المسار الذي كان قد انحرف إليه وأيضاً تحتاج إلى التربية لتكون معينة لك على توفيق الله عز وجل على السباب على هذا الطريق فإن القضية كما قلنا في البداية فضل وهداية من الله سبحانه وتعالى كما أنها تفيقنا الله عز وجل يمكن أن يسلب عن شهادة التوفيق فقد تضل عفاً الله هو إياه بهذا كان مجلس وإذا سافر يدعو بدعاء يدل على هذا المعنى من يذكر هذا الدعاء كان يقول الله من يعز بك وعطاء السفر وكعابة المنظر رسول المقالب ومن هاي شباب ما تسافرون أنتم من يعرف باقي الدعاء دي له شاهد في في الموضوع هذا عندنا الله من يعز بك وعطاء السفر وكعابة المنظر رسول المقالب ومن هاي قلناها كعابة المنظر لا أنا أظن جملة لها شاهد عندنا هنا في الموضوع ومن الحوري بعد الكور الحديث في مسلم ومن الحور بعد الكور ومعنى الحور بعد الكور الضلالة بعد الهدى التحول من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعثية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعج بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى إذن عنايتك بالتربية تكون بعد توفيق الله عز وجل وسيلة لأن تجعلك تستمر وتثبث وسيأكلها القضية يعني نزيد التوضيح في نقطة لاحقة ثالثا أيضا أنت تحتاج إلى التربية لترتقي أنت فيزيد إيمانك وترتقي في المراكب الخير والصلاح فتحتاج إلى التربية لتزيد إيمانك بالله عز وجل فالإيمان يزيد وينقص كما تعلم تحتاج إلى التربية تحتاج إلى التربية أيضا تعطيك رصيد علمي جديد فيزيد علمك وتحقيلك تحتاج إلى التربية أيضا لتضبط فلوكك وأخلاقك مع الناس تحتاج إلى التربية لتتخلص من أخلاق وجوانب قصورك أنك ينفسك المهم أنك تحتاج إلى التربية لترتقي بنفسك ولا يزال المرء مهما كان حتى ولو تتحول إلى أنه هو يؤدي دعو المربي فهو لا يزال يحتاج إلى التربية إذن باختصاء لابد من التربية لابد من التربية وثلوكك هذا الطريق يعني أنك تبدأ أيضا قضية أخرى هم آخر وهم التربية حتى تعلو وترتفع وستشتمر تطالب تطالب تربي نفسك حتى تنتهي من هذه الحياة جانب الخامس سؤال يطرح كثيرا كيف أتعامل مع الماضي يعني كان لك الماضي سابق فكيف تتعامل مع هذا الماضي هناك عدة مقاب حول الماضي القضية الأولى أن بعض الشباب كون التجارب سيئة كان يفعل معاصي خطايا فيتحدث بها مع زمالعاء ومعنى وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله سبحانه وتعالى فيصبح سيقولوا يا فلان عن أنتو كذا وكذا بات يستره الله عز وجل ويكشف ستر الله عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر أن الأمة هم عافات لمجاهرة لأن الإنسان لما يجاهد أبعى للتوبة والناس لا يدرون ما عندهم فيسوب ويقبل على الله عز وجل لكن الإنسان اللي جاهر بالمعطية أولها الإنسان مستخف بالمعطية فقد يعاقبه الله فيصرف عن التوبة ثم أيضا هذا الإنسان المجاهر صار تاريخه مكتوف أمام الناس صار طعب عليه أن يستخد قرار التوبة والعودة إلى الله عن التوبة فأقول بعض الشباب يتحدث عن الماضي بما فيش أنه كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وفعل كذا وهذه لها أخطاء من أولها أنها مجاهرة والنبي صار أخبرنا المجاهرة أنها ليست مجاهرة هي إعلان المعطية وإن كانت هي مجاهرة فعلا ومن أكبر وأشمع صور المجاهرة الإنسان أمام الناس يفعل معطية لكن قال وإن من المجاهرة أيضا صورة قد يتصور بعض المعطية أنها ليست مجاهرة أن يعمل الرجل عمل بالليل فيستره الله عز وجل فيكشفه شتر الله يعليه فيقول يا فلان فعلت كذا وكذا أنه وقع في معصية في الليل أو في النهار المهم أنه لا يعلم عنها الناس وقد فتها الله عز وجل عليه فيبدأ يتحدث فيها عن الناس عند الناس أيضا المجاهرة بالمعصية أو الحديث عن الماضي غير قضية أنه مجاهرة يهون عليه الأمر المعصية المجاهرة بالمعصية أو الحديث عن الماضي غير قضية أنه مجاهرة يهون عليك أمر المعصية لأن الإنسان اللي فعل معصية وبقيت في داخله تبقى تعترش في داخله وتشكل عليه ضغط تدفعه للتوبة تدفعه لكثار من التوبة لكثار من الترطار لكثار من الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تشكل عليه ضغط وهو يحتاج إليه لكنه لما يتحدث بها ويعلنها أمام الناس تصبح قضية سهلة قضية سهلة عنها حينما يكتشف هذا الأمر تصبح قضية سهلة مثلا أحيانا تجد الشاب يقع فيه عنده مخالفة أم معاصي أو خلل معين هو لديه ما يعلمه في عيشه يعني في رهده من والده يخشى أنه يعلم عنه عن القضية هذه ويتخفى عن والده ودائما يقول كيف لو يعلم عني والدي وإلى غير ذلك قد يحصل أنه يقف عليه والده وهو يمارس المعافية فيكتشف الخطأ والخلل فيكتشف والده مثلا القضية هذه خلاص تنتهي القضية عند الأبد يصبح حسن المكشوف صار يمكن يجعل يعني مثلا واحد دخن والده ما يعلم بعد فترة ما اكتشف والده من دخن خلاص الآن صار عنده بسعداد أنه يشرف دخن أمام والده صار القضية معروفة فكذلك هذا الإنسان الذي المعافية بينه وبين الله عز وجل ما يعلم أنه أحد تصبح تعتج في نفسه وتشكل عليه ضغط هذا الضغط لمصلحة لأنه يدعوني التوبة وليقضي على والدي لكن لما يتحدث لها أمام الناس تهون عنده وأيضا من نتائج الحديث عن المعصية تهوينها على الناس لأنه كانت لما تجلس مع زميل تقول أنا كنت أفعل كذا وكذا ومن الله عليه بالهداية ومرت فعلت كذا وكذا هولت عليه المعصية وصارت أحيانا دعوة غير مباشرة للوقوع في المعصية إذن فالقضية الأولى التي تعنيك في علاقتك مع الماضي أن لا تتحدث عن المعصية بكل ما في المعصية عن معصيك التي كنت تفعلها اللهم إلا إذا كانت لذلك حاجة ستسأل عن قضية شرعية هل هذه القضية عليها كفارة ولا ليس عليها كفارة ولا لها توبة ولا لها توبة ففي هذه القضية يمكن أن تسأل أما ما سوى ذلك فلا ينبغ لك أن تتحدث هذا الحديث لما فيه من الاستلبيات التي أشارنا إليها ثانيا يعيش بعض الشباب أزمة وهم يفكر فيه في الماضي فيشغله كثيرا قد يكون فعل أخطار وفعل معاصل وفعل كبائر وقضايا تستيعيش رغب عليها ويبدأ يفكر فيه كثيرا وهم يشغله ويؤرق ليلة نهار وكثيرا ما يتساءل عنه أيضا هذا قد يكون أحيانا عائق من حيث لا يشغل ما في داعي لانشغال في الماضي أن تتبدي إلى الله عز وجل وأقبال الله والتوبة تجبه ما قبلها فدع عنك التفكير في الماضي ثم أيضا هذا التفكير لا ينفع أصبا يعني هب أنك ستآخر جناعة منك وأن توبتك أصبحت قافرة فإن التفكير الآن لم ينفعك بل التفكير العكس فيشغلك عما تشتاج إليه إذن والذي يكون تاريخه ما كان لست أنا وهون عليك شأن الماضي لكن أنت الآن تكون واقع أمام مرحلة جديدة أمام مرحلة جديدة أنت تماما مثل إنسان يحير في الطريق كمية الوقود عنده قليلة وأضاءت عنده أضاء عنده عنده مؤشر وماشي وماشي يتجاوز محطات الوقود وبعدين انقطع عليها الوقود جلاش وقعد يفكر كيف أنا إنسان مهمل كيف فعل نعم مهمل وإحنا نبصهم بالعشرة منكم وثبع مالك لكن أنت الآن انتهت لقاء مرحلة هذه فكر تفكير واقعي الآن عملي مرحلة جديدة ما لستفعز ديها يعني أنت أمام مشكلة حل ومشكلة فلما تجنس أنت واضع يدك على خدك وجالس على السيارة تفكر كيف أنا أهمل وكيف وقف على البنزين وجالس لك نف ساعة ساعتين ثلاث ساعات وأنت مو بس مجرد تفكير أنا أقول أن واقع هذا الإنسان اللي ينشغل في الاحتراق أو في التفكير بالماضي مثل هذا الشهر وقع في خطأ نعم وقع في خطأ لكن أنت الآن أمام مرحلة جديدة لا تشغل نفسك في الممضى تفكر في المرحلة الجديدة ودعك من التفكير في الممضى صحيح أن هذه المعاصر اللي فعلها أو هذا التقصير أو هذا النهمال يجب أن يدعوك إلى مزيد من التعب والاستغفار والطاع والخوف من الماضي لكن هذا شيء وأن يستولع تفكيرك ويصير حمد دائما يسيطر عليك ودائما تفكر أنا كنت أفعل كذا كنت أفعل كذا هذا يعوقك عن العمل اللي تحتاج إليه ثالثا لابد من مدارك من الاستغفار والتوبة والشعور بخطر الماضي وأظن أنك تفرق بين القضيتين بين التفكير المزعج اللي يتفكر به في الماضي وبين التوبة والإقبال والخوف من شؤوم الدم هذه القضية وتلك القضية أخرى هذه قضية واجهة وينبغي أن تكون أهم يؤرقك أنك تتوب وتستقبل وتخاف من ذنوبك لكن لما الآن أنت تتذكر الماضي تتذكر أنك كنت فعلت كذا وكذا ومرضيت في الطريق ورأيت هذا المكان اللي فعلت بهذه الماضي وهذا المكان اللي ذكرك بفلا وذكرك بكذا وكذا هذا ما يدعوك إلى أن يصير هم يتفكر فيه لا خليها الموقف هذا يدعوك إلى عمل صالح تكثر عما مبارك يدعوك إلى استغفار إلى توبة بدل من أن يكون مجرد يعني تفكير وهم يزعجك أكثر مما يكون عملا منهجا رابعا وهي نقطة مهمة يجب أن تتخلص من متعلقات الماضي كان في الماضي عندك أشياء فدعوك إلى هذا صور مثلا أسلام مواقف معينة قضايا تشدك وتجدبك إلى المعصية وتجدبك إلى الماضي يجب أن تتخلص منها وتكون حازم مع نفسك حازم مع نفسك كما قال نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال إياكم واجلس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد مجالسنا قال فأعطي الطريقة حقها قال وما حق الطريق قال غضب الآن لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بغضر بصر ابتداء لا أمر بأن لا يجيس الإنسان في الطريق أسمع يعني الإنسان يقطع على نفسه كل طريق للمعصول إذا جلس في الطريق لا محالة فغضل مع أن هذا الخطاب كان موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المجتمع النظيف ذاك المجتمع الذي اجتمت المرأة ثلثة قصية في الحائط حتى تؤثر في الحائط كما ورد في الحديث إذن فكل هالقضايا هذه اللي تشدك للماضي تخلص منها تخلص منها كلها لأنها يمكن يوم من الأيام تعيدك فتكون أنت في حالة ضعف فيقوى عندك هذا الدافع فتخلص والكثير من الشباب الذي يصاب بالحور بعد الكور أو الانتكاسة والضلال الكثير السبب هو هذه القضية هو بعض رواسب الماضي من رواسب الماضي القضية الخامسة وهي الأصدقاء أصدقاء الماضي أصدقاء الماضي يجب أن تتعامل معهم بصورة أخرى غير الآخرين فأحيانا الشخص نفس صدقات أيام غفلة وأيام عراضة وهؤلاء الأصدقاء طبعا يعرفون تاريخه يعرفون تفاصيل حياته ويعرفون عن كل شيء هذا الجانب والجانب الثاني يعرفون نقاط الضعف لديه المهم أنه من أكبر نقاط الضعف عند الشاب أصدقاء الماضي اللي يشدونه ويجرونه الماضي إما أنه إذا رآهم تذكر الماضيه وقد يشتاق إليها أو إذا رآهم حمد الماضي بما فيه أو أن هؤلاء يضغطون عليه فهم يعرفون تاريخه يعرفون ما عنده ويعرفون نقاط الضعف عنده يمكن أن يضغط عليه من خلالها يعرفون كيف يصدق يعرفون متى يرجي ومتى يرغب ومتى يرهب ومتى يخاف إلى غير ذلك أشاهد أن من أكبر الحوائر أصدقاء الماضي ومن ثم لا بد من التخلص أيضا من أصدقاء الماضي ويجب أن تكون تحذر من أصدقائك فالماضي أكثر من غير لأن حتى الآخرين اللي يمكن يكون أكثر فساد أقل تأثير عليك من أصدقاء الماضي فقال ماضي يعرفونك أصدقاء ويعرفون دواخرك ويعرفون ما عندك وسؤال هنا كثيرا ما يطرح هذا الشعب يعني يقول هل أدعو مثلا أصدقائي أنه يرتبط معا بحجية أنه يدعو وهذا شعور طيب أن الإنسان يشعر منه لما من الله عليه بالهداية أن أولى الناس ببره وإحتانه ودعوته هم نفسي كانوا قبل أصدقائها الغفل لكن في قضية أخرى ويعني هذه الدعوة قد تتسبب لك أنت في أن تجذب وتنجذب إليه لأنهم كما قلت يعرفون أسراك يعرفون علاقاتك سابقة يعرفون نقاط الضعف عندك فقد يكون وسيلة إلى جر الكلام ولهذا فأنا أرى أنك لا تدعو أصدقاء الماضي وينشغل بهم غيرك ثم أنا ما أتصور أن وصلنا إلى المرحلة اللي ما عدد بقي ناس يحتاجون الدعوة إلا العشرة هذولة والخمسة عشر اللي كانوا أصدقائك الماضي المجتمع مليء والمجتمع اللي حرك مليء بالناس اللي ممكن أن يستهلكون كل جهدك وطاقة وبرانج الدعوة والخير كثيرة هي الأخرى ستستهلك كثير من طاقة في الوقت فما يعني لم تعود أنت ضرورة قاسرة عليك أنت حتى تدعوهم ثم نحن ما قلنا هؤلاء مشهم الدعوة ليدعوهم غيرك لأن ارتباط الشاب بهؤلاء قد يكون سبب في عودته إلا ما كان عليه إذن يجب أن تقطع علاقتك بالماضي في التفكير المغرق في الماضي وما كنت عليه وإذا أتاك تفكير تحوله إلى شيء عملي مباشرة إلى عمل صالح أو توبة أو استغفار يكون النتيجة أما مجرد التفكير والهم هذا لا يقدم ليران الانقطاع عن الماضي غواسب الماضي بما فيه الانقطاع عن الماضي أفتقاء الماضي الجوانب التي تجلبك وتشدك إلى أن تحن إلى الماضي وتعود إليك سادسا كن على حذر من الضلالة بعد الهدى والحور بعد القول التي أشرنا إليها قبل قريبا وهي نقطة يجب أن تكون هاجس للجميع أن يكون هاجس فدائما يسأل الله سبحانه وتعالى السباب ودائما يخشى من هذه القضية يخشى أن يحال بينه وبين هذا الطريق يخشى أن يختم على قلبه أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يقول يا أم قلب القوم تبت قلب على دينك كان يقول اللهم رحمتك أرجو هلا تكلني الناس في طرفة عين اللهم ألن الحق حقا وارزقني اتباعي وألن الباطلة باطلة وارزقني اجتنابه ولا تجعله منتبسا عليه ف وكان يدعو في سفره كما ذكرنا الدعاء السابق كلما سافر السفر يذكر يعني الإنسان لما يسافر يتغير من حال السفر من حال إقامة إلى حال السفر بكل ما فيه ما فيه حياة السفر متغيرا فيذكره هذا هو كان مقيم على حال مستقر عليه فتغير السفر فيذكره بالقضية الأساس والأهم هو أنه كان مستقيما على هذا الطريق فيخشى فيخشى أن يحال بينه يا أخي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبت إذا كان السلام يخشى من الحور بعد الكور إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه سبحانه وتعالى يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كت تركا أليهم شيء قليلا يحتاج إلى تثبيت الله ويحتاج إلى توفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى فغيره من باب أرض الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ويعبد الله عبادة حقه تعينه وتثبته على طاعة الله عز وجل ومن أعلم الناس بالله أما نحن فلنا شأن آخر وحياة أخرى ولنا جواز كثيرة سشدنا إلى طريق الظلال وإلى طريق الشهوات وآثنا الله وإياكم فمن ثم فنحن أولى عن مخشى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الشتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فأقول يجب يا أخوة أن يكون هذا هاجس لنا هاجس لنا لكنه أيضا يقودنا مرة أخرى إلى عمل لا يكون مدرة قضية السفتي فأن نكون دائما على حذر من هذه القضية وهذا يقودنا إلى إلى دعاء الله دائما ونسأل الله السباة والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن ندعو الله عند السفر قد علمنا أن ندعو الله عز وجل على مقلل القلب وثبت قلب قلوبنا العظيم قد علمنا أن نسأله الهداية وأن نستهديه دائما والثبات على هذا الطريق وقد علمنا أن نسأل الله أن لا يأكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنه سبحانه وتعالى لو وكلنا إلى أنفسنا فإن هذا يعني الضلال والكثار إذن هذه خطوة نتيجة الخوف الداخلي قادنا على خطوة من عمل والدعاء والدعاء عمل ومن أفضل أعمال أليس من الإسلام يقول الدعاء وهو العبادة جانب ثاني أيضا أن يستجز الإنسان من الأعمال الصالحة لأنه يعرف أن الأعمال الصالحة سفيدوا تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يعضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتها وإذن لآتيناهم من لذبنا أجر عظيمة ولهديناهم فراطا مستقيما فلو استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى وفعلوا ما يعضون به لكان خير وأشد تثبيتا لهم ولهدو سراقا مستقيما هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لنعلم فالأعمال الصالحة إذن تعين الإنسان بعد تنفيق الله عز وجل فتكون عونا له على السباب وعلى سلوك سريقا باستقامة إذن هذه خطوة ثانية أيضا كانت نتيجة هذا التفكير ونتيجة هذا العاجل خطوة ثالثة الحذر من أسباب الظلال الحذر من أهمها المعاصر فإن المعاصر هي لا المعاصر تقول أخثوها فتجر أخثوها حتى تصبح عادة حتى يعفاد الإنسان فينتق إلا ما هو أكبر منها وينتق إلا ما هو أكبر منها حتى قد يضل عاثن الله وإياكم وكم من الناس كانت معصر واحدة سبب في ظلال الظلال إذن فيجب أن نحرف على هذه النعمة أن نحافظ عليها وقديما كان يقال المحافظة على النصر أفعب من الحصول عليه وهذه القضية ليست عبارة كروية كما نستعملها ويتبادع الدهن هذه يقصدون بها النصر العسل فالإنسان يمكن أن يحقق نصر وينتصر في معركة لكنهم 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 أن يحافظ على هذا النصر هذه قضية صعبة أنا ممكن أستجمع قواء وطاقة كلها وأحقق انتصار حاسر لكن محافظ على هالنصر وعلى هالموقع الذي حققته هذه قضية صعبة فكذلك أيضا أنت يجب أن لا يكون همه كما أن القائد ما هو همه فقط تحقيق النصر بل محافظة عليه أنت يجب أن لا يقف تذكيرك عند الحد هذا أني أنا الآن خلاص استقمت بجوة استمر حلال لا يجب أن تشعر أنك مفتاج أنت إلى الثبات وإلى البحث عن أسباب الثبات وعوامل الثبات حتى تسوقها لعل الله أن يورثقها إلي وأن تكون على حذر الاستمرار من الخلل أو أي انشراف يمكن أن يقودك إلى ذلك وقلنا أيضا أن هذه القضية يجب أن لا تكون مجرد هاجف فقط فإذا صرت هاجف صارت مار صرت قضية مجرد تفكيلات وقدمها في آخر بل مع هذا الهم هذا الهاجف تتحول إلى عمل هذا العمل يتمثل في الدعاء في فعل أسباب الثبات وعوامل الثبات في تجنب أيضا عوامل الانحراف والظلال ثابعا سابعا سؤال كثيرا ما يطرحه بعض الشباب أو شكوى يستكي منها يقول أشعر أني بعد الاشتقامة وبداية مرحة التزام والاشتقامة أشعر بحماج والحب الخير والإقبائع والطاعة ثم بعد فترة أشعر بأنني فقط هذا الشيء اللي بيكنت أجده سابقا ويعتبر أن هذه مرض قضية خضية ونعم تفكر الإنسان في نفسه قضية مهمة وشعوره بالمرض والخطأ قضية مهمة لكن أيضا يجب أن على الأقل نعطي نظرة حول هذه المشكلة يشتكي منها الشاب وقد قال نبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعلى من الناس لأدواء النفوس والقلوب لما جاء عبد الله بن عمر بن عاص وقال وكان يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن في كل يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنة فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد أفلح يعني كل إنسان يكون عنده حديث رواها أحمد وصح أحمد سافر هذا الإنسان عنده اندفاع كل عمل له شرة في حماس يدفع يندفع له الإنسان ثم لكل شرة فترة كل حماس لا بد أن يأخذ فهنا الآن من كانت شرته إلى سنته فقد أفلح الحماس هذا والاندفاع يجب أن لا يخرجه لحد الابتداء فإلى السنة ومن كانت فترته إلى غير ذلك أيضا هو الآخر فقد هلق من كانت فترته إلى أن تجرأ فوقع في المعسل وقصر في الطاعش فهذا نذير هلاك إذن لا بد من الشرة والفترة لا بد من أن يكون الإنسان عنده في البداية إقبال وحماس وشعور بالحرص على الطاعش والخير ثم بعد فترة يشعر بالفتور فنقول هذا الفتور إذا كان تحول إلى أنه يجعل الإنسان يترى على المعاق ويقع فيه وتحول إلى أن الإنسان يقصر عن الطاعش والفرائل هذا فعلا هذا معيار الهلاك وهذا ما قال في عينيب السلم فمن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلاك أما إذا كانت هذه الفترة ضعف في يعني في المشاعر الداخلية وضعف الحماس لبعض السنة وبعض أعمال الخير المندوبة فالقضية لا مناصة منها فإنه كما قال في السلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فلا بد من الفترة فأقول إذا كانت الفترة يعني مجرد ضعف عن بعض النوافل أو بعض المندوبات أو غيرها فهي قضية عادية يحرص الإنسان على أن يعادي نفسه ويستزيد لكن لا يجب أن تؤديبنا إلى القلق لنتصور معها أنها مرض متى تكون مرض إذا تحولت إلى غير ذلك لتحولت إلى التجرع على المعفل وإلى التفريض في الفرائض فحينئذن يجب أن نتعاش من أنفسهم حساب عسير ونشعر أن دخلنا تجوز الخط الأحضر ودخلنا مرحلة الخطر أخيرا أدي شكر هذه النعمة هذه نعمة من الله بها عليك فأدي شكرها من خلال أولا ما ذكرناه الاعتراف بالفضل للمنعي فإنه من أكبر النكران لأي معروف وأي نعمة قال لا تعترفه بالفضل لك أنت مثلا قد تقدم خير للإنسان ولله المثل على وتفاني في تقديم هذا الخير فقدمت له الخير هذا وبعدين يقول أنت ما سوى تشيع وما قدمت لشي فشعر أن هذا أكبر نكران يمكن أن يقوم به قد لا تطلب منها أحيانا جزاء ولا شكور لكن لما تشعر أنه قد أنكر جميلة فأنت تشعر أن هذا عدم ورثاء كذلك والله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه الثناء من الله فيجب أن تعترف أولا اعتراف داخلي بقلبك وبلسانك أن تعترف أن نصاحب الفضل والنعمة والمنح هو الله سبحانه وتعالى ثم الحمد والثناء باللسان أن تحمد الله بلسانك وتتلي عليه فالله يحب الثناء ولهذا أثنى على نفسه ولا أحد أحب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى ثم أيضا خطوة ثالثة بعد الاعتراف وبعد الحمد والثناء الخطوة الثالثة أن تسعى في نقل هذه النعمة للآخرين بالدعوة والنصف والتوجيث وأن تقول آخرين ها أنا الآن أنا عشت بتلك التجربة وها أنا سرقت هذا الطريق ومن الله علي بسلوكي هذا الطريق والعودة إليه فهلوم إلي فأنا أنتم اتجربت ما أنتم عليهم وجربت هذا الطريق وبكل ما فيه واقتنعت نعت انثاما أن الحق هنا فهلوم إلي هذا مثل إنسان تماما يعني أنت سائر تريد مدينة من المدينة يعني واحد هنا ما يعرف المنطقة تريد يذهب مثلا من هنا إلى الرجل أو إلى بريدة وبعدين قابل واحد قال يا أخي أنا ترى يجاي مع الطريق هذا هذا ما يوصل هذا الطريق ما يوصل الطريق من هناك فهو مباشر أصليه تجيب له فأنت كذلك يمكن أن تقول للشاب ماذا تريد أنا سركت كل ما سركتها أنت لكن ما وجدت النسيجة أشاهد أن من شكر الله عز وجل لنعمة الهداية أن يسعى الإنسان لنقلها للآخرين من خلال النفيحة والدعوة ومن خلال حتى أحيان استخدام تجربة سابقة ويقول أنا كنت على مثل ما أنت علمت وما وجدت الله اللذة ولا وجدت الطمأنينة ولا السكون ولا الراحة إلا في هذا الطريق الذي تلكنا لعلنا أن نستفي بهذا القدر ونسرق تقية الوقت بالإجابة على بعض الأسئلة وإن كان الوقت لا يسمح لنا بالإجابة على تمام الأسئلة فعندنا موعد مع الأخوة في معهد الرجل بعد العشاء فلعلنا ندركها إن شاء الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أن بعض الشباب سواء في المركز أو في خارج ولاحظ عليهم ملاحظات من إسبال التوبة أو حلق اللحية وإذا نصحتهم قال والدين ليس في التوبة أو حلق اللحية نرجو توجيه نصيحة لهم مع أنك قلت أول ما يبدأ به المظهر هو بعض الناس عندي عبارة يقول الدين ليس في المظهر أو المظاهر ليس في كل شيء هذه عباراتي أجمع صحيح أن المثلات يحكم عن الإنسان من خلال المظهر واحدة لكن أنا أسألكم سؤاليين أننا الآن في مجلس دخل أين شخص تجد بعض الناس مثلا جاسين في المجلس عندهم تلسلهم دخل شخص مباشر قفز واحد وأغلق ليش إن عارف المظهر هو مظهر إنسان مستقيم أعطاك دلالة مظهر ولا ما أعطاك دلالة لأن الأب رعى ابنه مع واحد من الشباب فإنزعج تجد لما رعاه مع كلان لا يعرفه ولا يعرفه لكن مظهره صغير صحيح إطلاق أن المظهر لا يدلع له شيء لا المظهر يعطي دلالة صحيح لا يعطيك تصور كامل الإنسان لكنك تأخذ دلالة من هذا الإنسان وهذا الإنسان اللي عاصر الله في المظهر أمام الناس يعني سيكون قد يكون جريئا أو أكثر جرأة على ما سوى جعله فهذه قضية مثلاً غير صحيحة أنه لا يعب رثاء بالمظهر فنحن نجد في أنفسنا أننا نأخذ دلالات ونقترع إنسان فصد قمعها يمكن التصور أن هذا الإنسان مظهر يعطيك دلالة معي يمكن يعطيك دلالة حين على إنسان هذا خزيف العقل هذا إنسان ما عنده مورا هذا إنسان ما تكسب طبيع جداً وهو ما تكلم بكلمة واحدة هذا شيء وشيء الثاني أن هذه واجبات شرعية ما في مجال النقاش ما في مجال النقاش مدام إن هذا محرم شرعاً لا يجب ذلك المستقبل ومدام إن هذا واجب شرعاً يجب أن تعمله وما كان المؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمريهم ومن يأفر الله ورسوله فقد ظل ظلم دينه فلا مجال للنقاش في أي حكم شرعي ما دام قد نصف عليه الشرع ما في مجال الاعتقاب عليه ولا النقاش يقول أنا شاب لا أخشى ولا أخاف أن ينتكس بعده هداية وحين أدعو بالدعاء الوالد لا أستشعب أنني من الممكن أن أعود وأرجع إلى طريق الظلال فما رأيكم؟ هذا خطأ لا شيء وهذا دليل على على الإعجاب بالنفس والغرور يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يشتاجي لك كيف أن تشتاجي؟ أنبياء الله عز وجدت هل تتصور أنت النبي سلم كان يدعب هذا دعاء هذا عبث مثلا؟ لم يقل أعود بكم الحر بعد الكور أم أنه كان يرى أنه بحاجح إلى هذا الدعاء ولعلكم تذكرون جميعا عبارة الثلاث في النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منا فنعود بالله من أن نأمن من ممكن الله ونعود بالله من أن يصر بنا الإعجاب بالنفس إلى هذا الحد إلى أن يتصور الإنسان أنه قد جاد القنفرة وأقول إذا وجدنا هذا في أنفسنا فيجب أن نشعر أن هذا مرض معاني أرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا كانوا يخافون من النفاق ويخشون كما يقول ابن أبي موليكة كلهم يخافوا النفاق على النفس كل الذين أدركهم من أصحابهم كانوا يخافوا النفاق على النفس ما فيهم أحد يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعم فما بالنا نحن لا نخشى على أنفسنا يقول أنا شاب مستقيم أمام بعض الصالحات والحمد لله كحفظ طلاقا وغيرا لكن كما لا يخبر عليكم إنني كشاب لا أصبر عن بعض المعاصمة فبماذا تنصحوني؟ لابد أن تجاهد نفسك يا شباب يعني أحيانا نحن نريد أن نصل إلى مرحلة نريد الشاب أن يصل إلى مرحلة أنه ما يكون لها أي داعي من المعكلة وأن شهواته كلها تنقطع وهذا غير صحيح هذه حكمة يعني الله عز وجل ركب الشهوات فينا لحكمة والشاب في المرحلة الشهوات عندها أقوى من غيرها ولهذا كان قال من جسد الم سبع ظلم الله في ظله وما لا بلأ ظله قال وشاب منشأ في طاعة الله يعني الشاب الشهوات عندها أقوى ودواعي ما فيها أقوى والغفلة أقوى ولهذا إذا نشأ في طاعة الله كان يستحق أن يظله الله في ظله فأقول أنك تتصور أن يستطن إلى مرحلة اللي ما تدعوك فيها شهوها إطلاقا هذا مستحق فلابد من هذا ولابد من مجاهد أليس أن يقول حفة الجنة بالمكارم وحفة النار بالشهوات ولما خلق الله الجنة قال الجبير قال اذهب فانظر فيها فنظر فيها فقال يوشك ألا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم أمر بها فحفة بالمكارم فقال يوشك ألا يسمع بها أحد إلا لم تدخلها ثم خلق النار فقال اذهب فانظر فيها فنظر فيها فقال يوشك ألا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها فأمر بها فحفة بالشهوات فقال يوشك ألا يسمع بها أحد إلا دخلها الشهد أنك لم تصل إلى هالمرحلة اللي ما تخشى فيها من المعارض ولن تصل إلى المرحلة اللي ما تستغنفها عن الجهد لا بد أن تجاهد نفسك ولا بد أن تعيش بصراع مريم مع الشهوات لكن هذه هي الحياة في هذه ثم جهد نفسك وأحاول أنك لا تستطيع المعصية فقط بل تتخلص من أسباب المعصية والعوامل التي تدعوك إلى الوقوع في المعصية هو أنت أعلم بنفسك وأيضا لو وقعت في المعصية فتبقى الله سبحانه وتعالى وأقبل إليه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبار الشباب هداهم الله يتضايقون من ظاهرة انتكاس بعض الشباب الذين يتبعون بالدين تموين انتكسون ثم توجيهكم لها أولا الشباب ثم ما هي أبرز السباب الانتكاس التي ترونها سبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في محاضرة بعنوان الحرب عبد الكور فيمكن الأخ أن يرجع إليها يقول إذا كنت أعرف بعض الأصحاب قد ظل بعد أن كان مع الصالحين فماذا أنصح وأذكر ربنا وجزاكم الله خيرا أيضا هذا حوال موضوع السابق تنصحك كما تنصح أي إنسان أن هذه المعصية خطرة وأنت لابد أن تطيع على الله سبحانه وتعالى ولابد أن تقبل على الله عز وجل وقد تكون المعصية أحيانا بداية وقد يكون السبق عثا الله وإيكم بوابه للكفر وفروج من دينا وقد يخسم الإنسان على غيره ملة الإسلام بهذا الكلام هذا أيضا يمكن أن تضيفي إلى ذلك أن تذكر في الماضي أنت كنت تفعل كذا وكنت تفعل كذا وتفعل كذا وما تذكر يوم الأيام كنت تحدثني عن كذا أما تذكر يوم واجتماعنا وقلت كذا وكذا ما تذكر أنك أنت لي كنت تنصحني أنا وتدعوني فهذه تجعل لحن إلى الماضي تجعل لفكر الماضي أقول أن أحيانا تركيز على هذه القضية قد ينفع مع أمثال هؤلاء يقول أنا شاب رجعت إلى الله ولي أصدقاء ليسوا صالحين وهؤلاء يعرفون أسراري وأحوالي ويستهزئون بي ويهددون إن رجعت إلى الله شوف تكشف أسرارك فكيف أعوذي الله وجزاكم الله خيرا يعني أولا شوف أسرارك تبتكشف أنت أنت أمام خيارين الآن افترض فعلا معنهم لا يجعون على كشف الأسرار هذه لأنه ليس المصلحة كشف الأسرار فضح لها لكن افترض أنك وصلت إلى نقطة خلاص أن أسرارك أنا ستكشف أسرارك يعني مش الحاجة ترجع طيب إذا رجعت أسرارك ستكشف مرة أخرى لكن في موقف آخر يوم إذن تغرضون لا تخسى منكم خافية فيا أخي بالله عليك أن تقارن بين أن أسرارك تكشف في محيط مهما كان ضيق وبين أن تكشف أمام الله عز وجل وأمام الخلائق في الناس يوم القيامة قارن هذا الجانب الجانب الثاني أن هذا أمر لا يكاب يحسب يعني تهديد ومحاولة ضغط ولهذا أنا قل أنه ينبغي أن تبتعد عن استقاعك هذا تحديد ومحاولة ضغط واستغلال نقطة الضعف وللأسف بعض الشباب ينهار مع هذا الضعف ثم ولو كشفت هذه الأسرار ما هي معافة تفعلها افترض أنها فواحد طيب يا أخي كشفت أنا فعلت هذا وتبكر الله عز وجل انتهد يا أخي أصحابنا كان يقعون في الشرف ما هو فقط الضواشش وأكثر ما تتفور هذا الشعب أنه وقع في بعض الضواشش ليقل ما يقال أنا ثبت الله رجع مع أنه لا يقال ثم ليقل لا تكتفت انتلاح هذا الكلام وليس أيضا من المصرح لك تقول نعم أنا كنت فعلت هذا وإن كان هذا الكلام لو قلته فلن إنه مكناس لكن يمكن أن تقول أنفسوها أخرى تقول من يثبت هذا الشيء تقول كل إنسان قادر على أن يتكلم ويقول هذا الكلام فأنت لم تقل أمرا تآخذ به شرعا وأيضا نفيس ما ما تبتهم به وهل الناس اللي يتجرؤون على الشبائر يعني يمكن يتجرؤون على الكذب وأقول يعني أبشل بطول السلام فالكثير من أمثال الشيء عنه والمشفى أن الكثير من الشباب يمنع من التوضح القضية ويا أخي حطنا في الكلام الخيارات يعني أما تتوب وتستم ولت فلسان يعني ترجع مرة ثانية من اللي أنت خفت أن يكشف عنك ثم تكون عرضة لأن تكشف أسغارك أمام الخلايا في يوم القيام يوم لا تخفى منك تكون عرضة لأن تعيش عندك وزملائك وأصدقائك هؤلاء في موقف الحساب فيتبرع كل واحد منكم من الآخر ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم أعذابا ضعفا من النم قال لي كل من ضعف ولكن لا تألم فأتطورنا سيبقى أفترض أنك حصرت ما بقي أمان في هذا الخيار سيبقى خيار كشف الأسرى أهون عليك بكثير من أن تكشف يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى لكننا نقول استعم بالله سبحانه وتعالى وادعو الله عز وجل وثق إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سيعينك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان ثناني في الكرة والرياضة في الكل وهدان الله بعد الالتزان ولا يزال ثناني في الكرة باقي في نفسي إلى غير ذلك من السؤال هذه يعني عجبنا هذا السؤال في محاضرة في الأمس ويمكن الأخوة يعني يجدونها في مبعث التسكيلات بعنوان الشباب والاهتمامات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوثقنا وإياكم طاعته وأن يجندنا وإياكم وأسفلنا صياته وثخطه وأن يدعانا وإياكم المتحبين بجلاله ويظلنا في ظله ولا ظله إلا ظله وأشكر الأخوة الذين شرفوني بحضور لهذا النقاء والحديث مع إخوان الشباب ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم لما عملنا وصدق المية والإخلاف صادق الله وعلم وصلا وسلم على أبينا محمد وسبحانك الله وحمدك نشهد وعلى الأعلان وقرأتك وكواتي اشتركوا في القناة